أهل السنة والجماعة أسأل الله يجعلني أكم منهم يثبتون لله سبحانه وتعالى علوم في الذات وعلوم في الصفات علوم في الذات وعلوم في الصفات العلوم في الذات أدلة العلوم في الذات إجمالاً خمسة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة نعم أدلة القرآن تنوعت بإثبات العلوم لله سبحانه وتعالى تارى بإثبات العلوم وإثبات الفوقية والاستواء وصعود الأشياء ونزولها منه السنة بأنواعها الثلاثة القولية والفعلية والتقريرية جاءت بثبات العلو لله سبحانه وتعالى بل السنة المتواترة الإجماع أجمعت الأمة العقل يستحيل أن يأتي عاقل إلا ولا بد يثبت لله سبحانه وتعالى كل صفة كمال وينزه الله سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص وعين الفطرة قال أخبرنا يا أستاذ عندما كان الأستاذ ينكر العلو ويتكلم بكلام حتى يصل إلى إنكار العلو فقال له أخبرنا يا أستاذ عما نجد ما دع عارف قط إلا وجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلو تقول يا رب الفقير الآن يدق عليك أحيانا الزجاجة باب السيارة يدق عليك ما تكلمه تقول له هكذا يعني الله يعطيك نعم